بسم الله الرحمن الرحيم نحن نفتح القلوب قبل الآذان لنستمع إلى كل اتصالاتكم الهاتفية على الهواء مباشرة لنتحدث في كل ما يخص الصحة والجمال على قناة الصحة والجمال أنت ضيف دائم إن شاء الله بإذن الله لكل معلومات صحية طيبة وطبية وصحيحة الحياة في بداية الحوار لن أنسى أبدا مركز طبي اسمه واسني واسني إلى حد ما تبقى كلمة سعودية واسني وده من أفضل المراكز الحقيقة في أبها وأبها لمن لا يعرف هي حقيقة عروس المملكة العربية السعودية منطقة حين تزورها يعني تعتقد إنك في اسكندرية بالضبط جو جميل ناس محترمة ناس طيبة ناس كريمة ومضيافة كنت في صحبة الشيخ خالد آل منصور والشيخ خالد آل منصور رجل سعودي الجنسية مصري الهواء يعني يحشق السعودية ويحشق مصر في المركز بتاع واسني في السعودية الحياة يعني وجدت كل ترحاب وجدت كل اهتمام بالمرضى هناك يعني كانت سلسلة من الحب الحقيقة المتبادل لنسبة دايماً إنه مصر والسعودية دولتين عظيمتين وتظل هذه العظمة أنموذج يحتزى على مستوى الدول العربية كان الشيخ خالد آل منصور الحياة يعني من الناس العربية القصيلة اللي تحب مصر جداً ويحفظ الشاعر وكان له والد رحمة الله عليه محب لمصر أيضاً فوجدت بجد كل الحب والحفاوة والترحيب من هذا الرجل المضياف المحترم الشيخ خالد آل منصور أبهى خميس مشيط مركز طبي اسم واسني كان هناك طيب النهاردة الحياة هيكون معايا بعد قليل الإعلام الكبير جمال الشاعر جمال الشاعر من الإعلاميين المحترمين جداً اللي هم فيهم الالتزام واللي لما تسمع كلامهم لابد أن تقف أزناً وعقلاً وقلباً ووعياً فهنسمع منه بعد قليل إن شاء الله في تواصل حتيفي مع الأستاذ الإعلامي الكبير جمال الشاعر من أين يستقي معلوماتي الطبية طبعاً حكينا في الحلقات السابقة عن أنه إحنا بنحاول نسقف مريض السكر وبنقدم خدمة في مركز 129 شارع التحرير دقي أمام سينما التحرير بالضبط يعني لمن يريد أن يتسقف حتى مجاناً يعني لو حد عايز يتسقف إحنا في انتظار أنه إحنا نقدم هذا التصطيف مرضى كتير بيجون من السعودية من الكويت من الإمارات في هذا المركز المحترم الكبير في شارع التحرير أمام سينما التحرير 129 شارع التحرير الدور الثالث في كل التخصصات الحية يعني من أراد التجميل فيه قسم بقيادة وريادة رائد هذا المجال للأستاذ الدكتور حامد عبد الله رئيس قسم الجلدية والذكورة في الأسر العين من أراد أنه يتكلم عن السكر فإحنا موجودين بفضل الله بنظبط السكر لكل مرضى السكر ونقدم النصيحة في 129 شارع التحرير دقي هذا المركز اللي ولد عملاق الحقيقة لأنه فيه تخصصات يمكن لن تصدقوا أن معنا جمال شعبان جمال شعبان رائد من رواد القلب الحقيقة وكان عميد معهد القلب ويعني كان طبيب من أطباء الرئيس مبارك وحينما يقال جمال شعبان فإنت بتتكلم عن قيمة وقامة في مجال القلب يعني جمال شعبان بيرجع إليه ورشداته بتتصور وتتوزع على دكاترة القلب على مستوى مصر عشان دوا كتبوا الأستاذ الدكتور جمال شعبان فهو معانا في 129 شارع التحرير دقي معانا في الجراحة الحقيقة خالد مخلوف خالد مخلوف من ناس المحترمة كان مدير مستشفى الهرم لمدة خمس سنوات يعني من الجرحين الأليلين والنوادر في مجال الجراحة العامة معانا الحقيقة أيمن الهادي أستاذ دكتورة أيمن الهادي دكتورات العظام من النمسا يعني مجموعة الحقيقة لا تملك إلا أن تأمن على نفسك وأنت معها فيعني أتمنى إن شاء الله نحن نكون أضفنا بمركز التحرير 129 شارع التحرير فوق محطة مترو الدقي أمام سينما التحرير مباشرة وعلى فكرة لن أنسى أبدا وإحنا يعني بنجهز للمركز فحد بوصف له المكان فبقول له 129 شارع التحرير أمام سينما التحرير ولست حكمل قال لي مخلوف 129 شارع التحرير أمام سينما التحرير وأنت عايز إيه تاني فأتمنى إن إحنا نكون يعني قدمنا وردة لكل حد محتاج يعني إن إحنا نطبطب على كتفه يعني طيب معايا مؤايا وبعدها إن شاء الله ما عرفش زمايل حيحاولوا يتواصلوا مع الإعلام الكبير والأستاذ جمال الشعر أم آيا السلام عليكم عليكم السلام عليكم بتتكلم منين يا أختي أم آيا أنا من بنها من بنها أهلا وسهلا بيك سهلا بحضرتك فضال أمورين يا أختي أمر الله أنا عايز أعرف حضرتك إم تقول إن 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 عشانه. لا انا انا بعمل كل شهرين بعمل انزامات كبت. تمام. بتطلع كم? بتطلع كم? كان الاول خالص من سنة مية وحاجة. اه. بس بدأت بقى تنتهي درجيا بقت سبق. طيب مية وحاجة من كم? عشان هقولك دلوقتي انا عارف ان سؤالك هي من كم? هو سؤالك. بس عايز اقولك انه المعمل نفسه بيكتب دين قسين كده الطبيعي بتاع الدرجة. وحفهمك يعني ايه الطبيعي بتاع الدرجة? تفضلي. يعني من اتناشر ولا اربعين ولا خمسة واربعين يا اختي? تقريبا اربعين. تقريبا اربعين. هم فعلا الستات اكتر بيميلوا الاربعين او اتناشر. هقولك دلوقتي ايه معنا الكلام ده كله? طب كانت ايه شك واكي? فلما تبقى اه سبعة وخمسة تبقى حلوة وساعات تنزل سبعة وتلاتين. كل ده هقولهولك بس قوليلي ايه شك واكي? ايه? ايه الشكوى حضرتك اللي خليتك تروحي تعملي تحليل دم. قاله اوه? كان عندي كان عندي دهون عالكبد. تمام الف سلامة. هحكيلك دهون الكبد بالتفصيل دلوقتي. حضرتك انا كلمتك لالزبوع اللي فات وحضرتك كلمتيني. اه انت اتصلت وانا وانا كلمتك. اه ما كلمت ما كلمتش اه حاضر 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 حاضر. امتى اقولي ان هو كده عالي. حاضر. هقولك كل حاجة عن الكبد دلوقتي حالا. بس قوليلي تعرفي اه. العنوان اللي قلنا عليه ده مية سعباشين سرع التحرير دقي. يعني حاس ان هو مكان معروف قريب ولا احنا اه حاسين انه مكان يتعرف لكل الناس لكن احنا خاطئين. يعني حد ما يعرفش سينما التحرير في 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 الدقي. سينما التحرير في الدقي? طيب. عموما معي كريمة وحاجة عود على الاتنين. وان شاء الله بازن الله نحاول ان نقضم المعلومة التي تفيد كل مشاهد. اخت كريمة السلام عليكم. علوم. مساء خير. مساء النور يا فاندي بتكلم من نين? انا بتكلم من فيصل. فيصل اهلا وسهلا يا اخت اتفضلي. اهلا وسهلا بي. اهلا وسهلا. لو سمحت انا عندي اه قرحة في المعدة. الف سلامة. وعندي اه فدقة في الحجاب الحاجة. الف سلامة. وعندي الغدروف وخشونة في الرجبة. طيب خدنا خدنا دوة للعظام والغدروف والخشونة مسكنات كتير. اه. اه. ما تحفلتوش خالق. ما خدناش مسكنات. لا. ما خدت مسكنات كتيرة. ما هي اللي تعبت المعدة يا امي. والبالعكس يعني المعدة تعبت اكتر. ما انا لسه بقول انا قلت لحضرتك كده. اه. طيب. اه السؤال ايه بقى? يعني يعني. السؤال طب ما انا مش قادي يعني ازا اخدت دول المعدة اه بقى اخد دول المعدة. ازا اخدت دول العظم بيتعب للمعدة فانا مش عارف اعمل ايه. حاضر عملنا البكتيريا الحلزونية. المكروب اللي بنقول عليه للمعدة ولا انا عمال احفظ الناس فيه. مكروب موجود في المعدة بيعمل مشاكل ويعمل قرحة ولا قدر الله لو تسبع عشر سنين يعمل سرطان لا قدر الله. اه. مش عند كل الناس طبعا. لكن يعني احنا مش نحبش حد يجراله الموضوع ده خالص. اه. فهل عملت هذا المكروب التحليل المهم والخطير والمهم والفيصل اه اتعامل يا فندم ولا? لا عملت منزار. اسمه الجرسومة. نعم. اسمه الجرسومة. لا عملت منزار بس. عملت منزار كويس. المنزار يبين برضو. قال ايه المنزار. اه قال للي العلد انتهابات اه وقرحة في المعدة. تمام لكن ما قالش بكتيريا حلزونية ولا لا لانه المفروض المنزار يقول. لا ما قالش محدش قال لي حتى روحت لدكتير شريف عفتاح يعني. طبعا ده استاذنا واخونا الغالي. اه. ربنا يطول عمر هو كبر في السن شوية. هو حد مخترم وحبيبي. كويس اول. اه. اه. طيب. طيب ومعانا ايا معلش انا بعتذر بس معانا اتصالات كتير. اه استاذة ايا السلام عليكم. الو. استاذة ايا. استاذة ايا. طيب. قطعة الاتصال. انا بس بعتذر انه ساعات ببقى مسك موضوع ويتصل حد. فاحتراما لي بحاول ارد. فيبقى الرواية لم تكتمل. فاحنا هنحاول ان شاء الله ان احنا نجاوب. واي اسئلة اوعدكم شوفوا البرنامج كل يوم حد. وكل يوم اربح دشر بالليل بتوقيت القاهرة. عشرة بتوقيت السعودية الشقيقة. اه ان شاء الله بازم الله هتجدوا كل ايه. يعني اجوبة على كل الاسئلة. طيب معايا ناهد السلام عليكم. اهيكم في السلام. لذلك يا دكتور. الحمدلله بتكلمين مين يا اخت ناهد. اهه مسترقية يا دكتور. اه مسترقية اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اه مورين يا اخت ناهد. انا في حد يهمني يعني قريب في العينة واحدة كانت شلت جزء من القولون. الحسلام. وبعد كده بتحديل كل سنة وبالتده يعني وشالت برضو المرارة فهي سنة صغيرة يعني 27 سنة 2020 فمش عارفة ليه ده ما انت حس بالمغز فقالوا ده عندك التصاق في المصارين وهو اللي عاملك في المغز ده ايه مش مستح من يوم شالت المرارة او حاجة ده كده لا المرارة ولا الاستقصال جزء من القولون المرارة ما تعملش الانتصاق قوي استقصال جزء من القولون وبعد كده شالت المرارة عشان الحصوات اللي فيها ما اوضع ده كده المغز ده ما بترتحش مني يا دكتور حاضر هي سنة كم سنة قلت 27-28 سنة مش كده؟ اه يعني دخل على الـ 30-20 مش عارفة بالزبط يعني في حدود كده حاضر ألف سلامة والحاجة وبيتحال لا معانا له استاذ احمد السلام عليكم السلام عليكم يا دكتور استاذ احمد بتكلم من اين؟ من البحيرة صندوق من القاهرة ولا البحيرة؟ من البحيرة صندوق من البحيرة ده منهور اهلا وسهلا الله يكلمك يا دكتور بالنسبة لوالديت يا دكتور 67 سنة ببني خلها لا الله يكلمك عندها سكر وضغط ونقرة ألف سلامة وعندها اسهال يعني داخل على شهر دلوقت اه قشفت عليها ودها مطاهرات وكل حدا بس بس بردود اسهال مستمر ايه اسمائها المطاهرات اللي خدتها؟ والله مش مهتكر يا دكتور طيب اكتب بس في حاجة اسمها ايموديم ايموديم ده دواء عالمي رائح جداً الحياة في كل دول العالم ايموديم من الحاجات الكويسة اتمنى يعني عمو من الحلقة بتنزل على يوتيوب يعني تقدر تدخل على موبايلك تسمع الحلقة دي ثاني وحضرتك تكتب وراي الاموديم من الحاجات الكويسة لكن طبعاً نتمنى اتنورنا في 129 شرع التحرير دقي على فكرة انا فتحت في البحيرة عيادة سبع سنين وانا مع ناس البحيرة في شارع احمد عرابي كنت موجود فوق جويش للأدوات الكهربائية امام محل ورد اسمه البيت بيتك خدت سبع شور في البحيرة مع ناس البحيرة فانا بعتز جداً بناس البحيرة وبعد كده رجعت بقى القاهرة فتحت في 129 شرع التحرير دقي فوق محطة متر الدقي على طول حضرك تقدر مامتك تنورنا نزبط لها السكر ونعالج لها الاسهال بس مبدئياً جرب الاموديم مع الترين سيديا اتمنى يعني تعرف تكتب الصنفين بسرعة ترين سيديا 550 ارس كل 12 ساعة واموديم ده حيزبطها قوي ولو في فرصة بعد كده نزبط لها السكر لان ممكن اي مشاكل في الجهاز الهضمي يبقى ليه علاقة بموضوع الاسهال طيب نرجع فلاشباك لاختنا من الشريعة اللي كانت تسأل على موضوع المرارة ولو تلاحظوا لما قالت مرارة قلت لها مش دي قالت التساقات نتجت عن استقصال القولون قلت لها دي ليه بقى؟ لان استقصال القولون ساعة الجراح سواء بعيب من الجراح او مش عيب بالجراح يحصل هذا الاستقصال يعمل التساقات من اللي حواليه لان القولون حواليه حاجات مثبتة اسمها المساريقة المساريقة دي غشاء مثبت القولون لكن معا انه مثبته بس بيسمح له بحرية الحركة ساعات لما الجراح يتدخل ويستقصل ويلعب في المنطقة دي هذه المنطقة يحصل فيها تلايفات تلايفات يعني القولون بدل ما هو حر الحركة الحركة الدودية دي يبقى ايه؟ يبقى ثابت وبالتالي تم فيه ما يسمى بالالتساقات والالتساقات دي لو كانت في عملية نيسا ولادة ساعات تمنع الخلفة ويتقال ان عندها التساقات في الانبيب انابيب قناة فلوب نرجع تاني للقولون في القولون بقى تعمل مشكلة يبقى فيه قلم في البطن زي ما بتعاني اختنا اللي صاحبتها اتصلت من الشرقية عشان تتطمن عليها او يحصل امساك بقى ليه امساك؟ احنا حكينا قبل كده وقلنا القولون بيتحرك حركة زي يعني دودية زي الزائدة الدودية كده هو زي التعبان كده هو فهذه الحركة اذا زادت دا 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 اسهال زي امنا اللي ابنها بيفتصل من البحيرة طب لو قالت بشوي يعني بسيط 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 اه ده بقى ايه؟ امساك اذا حركة القولون لو سريعة اسهال طب لو بطيقة امساك وهي دي السر وهذا هو السر عشان كده في مجموعة ادوية اسمها Prokynetic Prokynetic هازي الادوية بتزبط حركة القولون شغالة على الحتة دي بس فاسمها Prokynetic Prokynetic تزبط ايه؟ اذا هي بتصرع ترجحها بطئ بسيط وازا هي بتبطأ بتحركها شوية عشان كده اسمها Prokynetic هزي المجموعة مش عايز اقول اسمها يعني حشان هي كتيرة فمظلمش حد لكن هزي المجموعة بتزبط الموضوع ده طب هل هتزبط في حركتنا دي معينتنا دي لا مش هتزبط في عينتنا دي ليه لانه العيب هنا جراحي العيب ايه جراحي احنا بدل ما القولون بيتحرك حصل تليف بسيط من الانسجة اللي حوالين القولون فتسبت تسبت نسبيا يعني مش على طول فبقت الحركة ايه مش بالشكل ده طيب ايه حلها طبعا هنحاول نشتغل معها في البروكاي نيتك شوية وندي الياف كتير عشان تتفكر المشكلة دي لكن قد نحتاج الى منظر تاني ولا لا اذا طبعا حسب الحالة واتمنى انها تنورني في 129 سرع التحرير دقي معايا الحقيقة الاستاذ جمال الشاعر وحينما اسكر اسم الاستاذ جمال الشاعر فانا اسكر قيمة وقامة الاستاذ جمال الشاعر من اصحاب الفضل علي شخصيا حينما بدأت طريقي في الاعلام اول من احتضانني هو الاستاذ جمال الشاعر وله ايابي الحقيقة بيضاء على كثيرين يعني مين ينسى الجائزة الكبرى اللي كانت بتحرك مصر كلها واللي ثقفت الناس دينيا واللي عشرات السنين عشنا على اسئلتها واجوبتها مع الاستاذ الكبير الاعلامي القدير الفاضل الاستاذ جمال الشاعر برحب بيك اهلا دكتور حسين اهلا وسائل ابو ادهم اهلا بيك ابو ادهم وبسمة نورتنا اهلا بيك اهلا وسائل استاذ جمال يعني دائما والله حينما اقول استاذ جمال الشاعر فانا اشعر بالفخر انه يجازبني اطراف الحديث فاسجل هذا الفخر في هذه اللحظة واسألك السؤال اللي يمكن ده من كرمك ولطفك يا دكتور حسين ربنا يخلى حضرتك يا رب ومكانك يعني مكانك ومقامك كبير في قلوبنا وفي عقولنا وفي روعنا دائما ربنا يخليك من اين يستخي الاستاذ جمال الشاعر معلوماته الصحية وكيف نستطيع ان نصل بالإعلام انه يبقى بيعلم الناس بيثقف الناس لانه لقطة واحدة في فيلم ولا في برنامج ولا في مسلسل بالف منهج في كليات الطب والف كتاب والف محاضرة من طبيب يزغم انه يريد ان يتقف الناس مثلي من اين نستخي معلوماتنا وكيف نستطيع الوجه اولا من الدكاترة يعني الدكاترة يعني يسألوا اهل الذكر وهم المتخصصين فده المصدر الاول لانه انا هحكي لك حكاية عائلية يبان فيها قد ايه انه ملاحظة الدكتور الزكي ممكن توفر كتير يعني كان في حالة في العيلة وفي حد جسمه بيحوش ميا نعم فاتكتبت العلاجات واللازك والحاجات علشان تصرف الميا وما الى ذلك والدكتور بيتابع فقال ملاحظة في منتهى البساطة بس مدهشة جدا محدش سألها من الدكاترة اللي قابله قال ايه قال اخبار الملح ايه طبعا اه فالمهم قالوا اه لا مش عارف مخففين الملح اه لا مش عايش مخففين ده زيرو ملح طبعا لان احنا دلوقتي قدام تحويش مياه وفتاعة ومشكلة كبيرة طبعا فلازم نتخلص منها فهي زيرو ملح فاللي انا اقصده انه من التجارب اللي انت بتشوفها انه سواء الحالات اللي حواليك حواراتك مع الاطباء بتديك معلومات هيلة الاعلام الحقيقة لازم يساهم بقوة في انه يرفع مستوى الوعي الصحي لانه احنا حياتنا بصراحة يعني محتاجة مراجعة صحيا ورياضيا وكل حاجة يعني ما فيش شعب في الدنيا احنا اكلنا هو اللي بيجيب مشاكل صحية فضيع فطريقة الاكل انه يعني مثلا انا زورت تطارستان ده شعب بيعنده سلتين دول يعني مقدستين على مائدة الطعام في الغدى تحديدا وفي كل الوجبات بس في الغدى اكتر ايه بقى سلة للخضروات ايه بقى طماطم وخص وجرجير وفلفل كل الحاجات يعني وسلت فواكه فهو بيخليك زي ما انت كنت تتكلم حالا بتاكل الياف بتاكل حاجات صحية مش كله بقى ايه النشويات والرز والبحاشي والسكريات وما الى ذلك يعني فالمصدر بقى طبعا دلوقتي اللي احنا لازم ننتبه اليه جميعا انه العم جوجل عنده معلومات هيلة انما تحرد دقة لسبب لان الاعراض بتبقى متشبهة وبرضو يعني أنا أعرف برضو تجربة كده هو أن في حد حس بأعراض معينة وراح للدكتور وحس أنه عنده مشكلة في القلب كبيرة فالأعراض اللي كانت عنده تتشبه مع عراض تانية كتير واتضح أنه ضغطه مرتفع شوية وخلاص انتهينا يعني لكن عموما الإنسان إذا دخل وده اللي أنا بس أقدر أقوله لك إذا دخل على مواقع الإنترنت وعلى العم جوجل لابد أن يتحرد دقة في أنه ما يكونش أي حاجة كده يعني يروح لمثلا بوابة الدكتور حسين عنده صفحة على الفيسبوك فصفحة الدكتور حسين هتبقى صفحة علمية لها منطق ومرجعية وفيها أمانة ومصدقية مش أي صفحة يعني مش أي واحد يقول لك والله يعمل لبخة وحطها ودعيلي وكلام اللي هو الجهجهوني ده مش هينفع يعني أخيرا بس هقول لك أن الأستاذنا الكبير عباس محمود العقاد كان من ثقافته أنه هو بيناقش الدكتورة وبيعالج نفسه آآ 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 علاجات صحيحة بس هو كان مسقف يعني ما يجيش حد يقول لي ايه أنا بعالج نفسي كده أو هي ماشية أو تمامه أيو بس عباس أنيس منصور الله يرحمه كان كده كان بيعالج نفسه وكان يكتب دايما في العمود بتاعه وصفات متعلقة بالإرهاق النوم الصداع الامساك ويحكي للناس حاجات تفيدهم في حياتهم والنصائح الخفيفة يعني أنا برضو بتمنى عليك يا بكتور حسين إنك تؤكد قوي على فكرة العلاج الوقائي الأغذية الوقائية أو نظام الحياة الوقائي إنه والله إيه لو بتاكل زيت زتون ومش عارف توم والله البصل مفيد الخضروات مفيدة يعني التوازن ده إنك لا ما تقولش إيه بعد إيه بلاش في واجبة العاش هتبقى إيه أنا متصور إن دي هتبقى أكبر خدمة اللي انك بتقفل المشكلة من المحبس نعم نعم بدل ما يفضل الناس يعني تعيش حياة ما فيش فيها نظام غذائي وصحي فتتفاقم المشاكل انا اتماح لي اولا بشكرك على المدخلة الجميلة اللي امتعتنا بيها ثانيا عايز اخد منك وعدين الاولان انك تكون ضيفي في احد الحلقات البرنامج احد واربعاء اي احد واي اربعاء مش حاجة احد رخف التوقيت بس انا عارف انك اذا وعدت صدقت فاتمنى تبقى ضيفي لاني مثلك يصدق ان شاء الله يعني ما اتأخرش ربنا يسر ان شاء الله الحاجة الاولى الحاجة التانية احنا عاملين مركز 129 شرع التحرير دوقي قدام سينما التحرير فانا اتمنى حضراتك تنورني مرة بندبط الوزن كمان يعني حنوزن حضرتك ونشوف اذا في اي كيلو جرامات زيادة حنشلها ونعمل فحص شامل جدا لاستاذنا الاستاذ الدكتور جمال الشاعر اللي هو شاعر في البطاقة وشاعر في الحقيقة بالرقم القوم الحكومة تمته الشاعر فهو شاعر وقال الشاعر جمال الشاعر وكمان اسمه جمال الشاعر الله يرضى عليك دكتور حسين ولن انسى ابدا حلقتنا في قناة الناس زمان وكنت تتنورنا ويعني بكل ابداعاتك الكثيرة احجز مقعدك في الجنة انا العبيب كل الموسوعة فضل وربنا يوفاك ان شاء الله احبك في الله والله واشكرك على اتصالك وتحيات الادهم وسميحة وادهم وبسمة وامهم عملاقة الاعلام يعني برضو فانتو عيلة اعلامية محترمة جدا شرفين انك على مائداتنا اليوم ربنا اوفاك امتعتونا شكرا مع سلامت الله حبيب عزاء المشاهدين استمعنا الى الاستاذ جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام يقول برنارد شو ما الانسان الا مجموعة خراف مهضومة فانت ما تأكله برنارد شو قال كده عزاء المشاهدين فاصل وبعده نواصل كل اللي عنده سؤال يحضره ويتصل بي بعد الفاصل حنجاوب على كل الاسئلة باذن الله موعد الحلقة كل احد وكل اربعاء الحديع عشر مساء بتوقيت القاهرة العشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية فاصل ونواف طيب بس مايتخصمش من الوقت يا رأس دابرونكم انتو حبيبي ويعني انا همسكلكوا الساعد انتو حبيبي حبيبي ترجمة نانسي قنقر دلاؤه وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم اعداؤه ففوز بعلم تعيش حيا به الناس موتى واهل العلم احياؤه استمتعت جدا بحوار او بالمدخلة التي اجراها الاعلامي الكبير الاستاذ جمال الشعر والاستاذ جمال الشعر هي يعني قيمة وقامة كما اقول دائما من الحاجات اللطيفة جدا اللي كنا دايما نناقشها يعني انه البروتينات يعني ما حاج ياكل لحمة او ياكل فراخ او ياكل سمك يفضل بيحط بقدونس او جرجير والصينيون هم اول من وضع هذا الموضوع وثبت انه اللفائدة علمية كبيرة جدا لانه البقدونس بيقل الحمض اليوريك فبالتالي اللحوم اللي حضرك بتاكلها عشان ما تجيبش نقرس لما تاكل معاها ورق اخدر بتقلل من احتمالية اليوريك اسد او النقرس كانت معنا الحلقة اللي فاتت لو تفتكروا رانيا فريد شوقي ورانيا فريد شوقي بنت الفنان الجميل اللي يعني امتعنا سنين طوال الفنان الوحش وحش الشاسة فريد شوقي وقالت انا ما بتعشاش غالبا انا ما بتعشاش ودايما بنقول المثل الصيني كل فطارك لوحدك اقسم غداك مع حبيبك اما عدوك ادي له عشاك اما عدوك ادي له عشاك عزيزي المشاهدين هنرجع تاني نقول اجوبة الاسئلة اللي ما اسعفناش الوقت احنا نجاوبها وزي ما بقول حزقنا الوحيد الاحد والاربعاء 11 مساء بتوقيت القاهرة 10 مساء بتوقيت السعودية الاحد والاربعاء هو موعد هذا البرنامج حلمك حقيقة كانت اخت اتصلت من بنها وقالت ان انزيمات الكبد عندها 57 وهي مش عارفة ايه دلالة هذه الارقاب انا قلت لها من كام ليه من كام لانه المواد اللي بتستخدمها معامل التحليل ساعات تبقى من 12 وساعات تبقى من 36 وساعات تبقى من 40 وساعات تبقى من 45 وفي الدول العربية ساعات الارقام تختلف خالص فانا دايما لما بص للرقم انا وظيف الكبد بتاحت طلعت كام ابص هي مقارنة بايه يعني ارجع كده بايدي على نفس السطر فهو بيقول لي حاجة اسمها الريفرانس رينج الريفرانس رينج يعني الرقم الدرجة ما بين كذا وبين كذا وعشان كده انا بازعل اوي لما حد متعلم وبثقف اوي وبعدين يجي يقول لي انا خدت التحليل من المعمل وبقاله يومين وانا قلقان لحد ما اجيلك في الزيارة بتاحتك يا دكتور حسين طيب نسمع ام محمد السلام عليكم عليكم السلام عليكم ازاي حضرتك يا دكتور الحمد لله ام محمد بتكلمي منين يا اختي المنوفية اهلا وسهلا بالناس المنوفية كلهم وامورين يا اختي تفضلي بنتي عندها عشر سنين بين ايه خليها لك اه عندها تضخم في الطحال معلش استأذنك نوطي التلفزيون ونسمع من التلفون يا ام تفضلي عندها تضخم في الطحال الف سلامة اه فانا عايز اعرف دي درقو بيعمل لها مشكلة عامل لها مشكلة في الصفايا تمام اه يعني عايز اعرف دي عندها بالهرس يا عندها فيروسات كابدية كان عندها اي مشاكل قبل كده ولا هو مرض من اماد الدم اه لا ده هو من هو تضخم في الطحال وعمل لها مشكلة في الصفايا لا ما خلاص ده معروفة فيه تضخم في الكابد معاها ولا لا لا مفيش تضخم في الكابد جالها فترة عية اي عية او مرض سخنت كان فيه سخنية وكان فيه اه 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 حمى كان فيه اه اخدت مضادات حيوية لهذا الموضوع ايو 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 على طول بتتعم منعي التضعيفة وعلى طول بتتعم فيه سخنية على طول اه على طول بتتعم طيب لكن الدكاترة ما شخصوش ايه سبب تضخم الطحال تضخم الطحال يا امي ده سؤال بنتسقله في كلية الطب في الدراسات العليا سؤال مشهور جدا يعني السؤال ده عايز اقولك اسمه فيفر اوف ان نون ارزين وفيها الايه التضخم الطحال او هيبرسبلينزم ليه الطحال بيتضخم الطحال لما بيتضخم ياكل الصفايح عايز اسألك الصفايح وصلة كام يا امي الصفايح سعب بتب اه مش كل الاوقات في مرة نزلت ستة وفي مرة ستة وعشرين وفي مرة تمانين وفي مرة مية مش اه مش وحشة اقصى حاجة يوم بتبى كده بتبى مية وعشرين وبيقوله ده قوي مية وعشرين مش وحشة وحاجة وثمانين مش وحشة احنا بنزحل اقل من العشرين طيب قوليلي فيه بطش تحت جلدها كده بطش حمرة كده ساعات زرقة ده بتيجي ده بتيجي ساعات بطش زرقة بجسمها لما بتبى الصفايح نازلة قوي عندي اما تنزل عن العشرين هي بتوصل لكده عشان تبيعارفة هي امتى بتنزل اقل من عشرين الطب بيقول كده اقل من عشرين الف طب عمدت فكرة الصفايح الدموية من كامل كامل مفروض تكون في الانسان الطبيعي من مية وخمسين لتلتمية وخمسين لا لربعمية وخمسين برافع عليك في البداية ومش برافع عليك في الختام من مية وخمسين الف لربعمية وخمسين الف فلما وصلت ستة الاف ده معناه انه في مشكلة ستة وعشرين في مشكلة حاجة وتمانين في مشكلة مية وعشرين في مشكلة من 150 ألف ل450 ألف صفائح الدموية ألف سلامة وأنا حجوبك لو في أي مشكلة تقدري برضو حضرك تجي بيها واتنورينا في 129 شارع التحرير دقي أمام سينما التحرير وفوق محطة مترو الدقي السينما التحرير شكرا يا دكتورا عايزة حضرتك برضو تقولي على الحل الصحيش ليها حاضر تحياتنا لناس المنوفية كلهم شكرا يا دكتور بالعافية ربنا يبارك فيه العافية ألف سلامة زي ما بقول إحنا عندنا طبعا تضخم الطحال ده سؤال بصوا السؤال ده يبقى في صفحتين لو أنت فيه دبلومة ويبقى في 3-4 صفحات إجابته لو في مدستير وممكن يعمل كتاب يعني فيه كتاب عن تضخم الطحال تضخم الطحال فالموضوع كبير وإن شاء الله حنشرحه بالتفصيل في حلقات قادمة لكن لازم نعمل فحوصات مهمة الفحوصات دي تفرق لطحال تضخم الطحال ساعات يتضخم من ميلهرسيا ساعات يتضخم من التهف الكبد حتى دهون الكبد البسيطة فيها تضخم في الكبد في الكبد مش في الطحال وفي حالات تضخم طحال بس وفي حالات تضخم طحال مع تضخم كبد ولازم نفرق بين الطحال متضخم لوحده ولا متضخم ومعه الكبد اللي اتنين متضخمين ومعهم سخونية ولا من غير سخونية موضوع كبير ساعات يبقى ده مرض من امراض الدم والوجهة بتاعتنا تبقى ده كثرة امراض الدم ويبقى لانه الطحال زي ما عارفين عبارة عن مجموعة من الجيوب ممتلئة بالدم هي عبارة عن جهاز مناعي للبني ادم عشان كده لما نشيل الطحال لحد يعني هي لو شلنا لها الطحال الصفاحة الدموية حتتزبط جدا حالات كتيرة او لما نشيل الطحال الصفاحة الدموية حتتزبط وتبقى زي الفل ويبقى ما عندهاش المرض ده بس المشكلة ان الطحال حاجة بتقول مناعة جدا 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 فلما نشيله بنضطر ندي حاجة اسمها نيومو كوكس فاكسين يعني حقا تطعمات علشان الانفلوانزة متجيس لانه كان واقع جدا من اي انفلوانزة تيجي للجسم هنحكي على الموضوع المعلومات كتيرة جدا 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 في الموضوع ده نرجح تاني الاختنا بتاعت وظائف الكبد يعني ايه وظائف كبد قلنا وظائف كبد يعني الكبد بيتدمر منه خلايا كل يوم عند الانسان السليم بمدى معين اللي اتناشر يعني اتناشر حباية من الكبد بتقع كل يوم حتى لو انت مش عيان طب اللي اتناشر بقت اربعة وعشرين بقت تمانية واربعين احنا قلنا امتى هي سألت شؤال مهم امتى اقول ان الموضوع خطير احنا بنقول الطبيعي انه الانزمات بتاعت الكبد تبقى في الطبيعي طب امتى نقول انه في حاجة مخلقة لما تزيد عن تلات مرات تلات امثالها يعني لو هو اتناشر اضرب اتناشر في تلاتة اللي فوق كده يبقى الكبد تعبان لو هي ستة وثلاثين اضرب ستة وثلاثين في تلاتة لو فوق كده يبقى الكبد تعبان اوي لو هي خمسة واربعين اضرب خمسة واربعين في تلاتة لو هي اربعين اضرب اربعين في تلاتة من الحاجات المهمة جدا للكبد وعلى المرة كان ان شاء الله نكمل الراحة الحالة النفسية بعض الادوية كمان دي اللي بتعمل المشكلة طبعا امي اللي اتصلت من فيصل كل التقدير لها اللي هي كانت بتسأل لو تفتكروا عن ان عندها مشاكل في العظام وجالها قرحة معدة وعملت منظار عند الدكتور شريف صديقنا الغالي فانا بقول لها بس ان شاء الله انه الاجابة الحلقة القادمة ارجوك يا امي تابع البرنامج حد واربع حداشر بالليل مع الدكتور حسين الشورى او ابعتونا جواب او ابعتونا رسالة بالتحاليل على 129 شارع التحرير دقي مركز الدكتور حسين الشورى 129 شارع التحرير دقي امام سينما التحرير ده مركز كبير جدا انا بتواجد فيه اي حد عايز يبعتلي حتى جواب يبعتلي التحاليل عليه يبعتلي اي طريقة للتواصل انا في خدمتكم هنتكلم في كل الموضوعات ومعايا كمان الاستاذ الدكتور حامد عبدالله اكبر استاذ جلدية وتجميل وذكورة في الاصر العيني وربما في الوطن العربي برضو هو موجود لكل حالات الليزر والتجميل والجلدية والذكورة ان شاء الله باذن الله معايا الدكتور ايمان الهادي اكبر دكتور عظام يمكن في مصر دكتور امن النمسا اي استفسارات احنا في خدمتكم في 129 شارع التحرير دقي امام سينما التحرير ان شاء الله باذن الله دايما البرنامج احد واربعاء 11 مساء باذن الله تعالى كمان لمن فاتته الحلقات ادخل من موبايلك على اليوتيوب واكتب الدكتور حسيني الشورى هتلاقي برنامج كتير جدا 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 بينها برنامج اسمه حلمك حقيقة وبرنامج اسمه بيت الصحة حلمك حقيقة هتلاقينا دايما بنتكلم عن كل ما يخص الطب بإذن الله تعالى عزائي المشاهدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في ودي اخيك صدقة الابتسامة لها سر عظيم جدا يفتح اي قلب موصد انت لما تعد كده في الشارع وتلاقي حد بيابتسم لك اعتقد ان هو بيضيع اي مضب اي قلم اي اجهاد من عند حضرتك فلذلك لا تبخل علي بالبسمة لا تبخل علي بالبسمة ونقرس مثلا النهاردة جميل جدا يقول كل شيء اذا شاركت فيه احد ينقص وهذه حقيقة ما عاد السعادة اذا شاركت فيها احد فانها تزداد ودايما نقول لو حد كسر عليك بالعربية او انت كسرت عليه بالعربية ودايئته وبصلك وابتسمتله خلاص كل اللي عنده راح عزائي المشاهدين ختمنا ابتسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله سرور تدخله الى قلب اخيك المسلم يختمون حلقاتهم بكلمات واختمها بابتسامة ترجمة نانسي قنقر